ومنا عمان ينضم إلينا الدكتور منظر الحوارات المحلل أسياسي دكتور أقرأ معك تصريحات سيد وزير التربية والتعليم في الأردن المدرسة لم تحصل على أي تصريح خالفت خط السير خالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية البعض هنا دكتور فهم أن سيد الوزير يلقي باللوم وبكامل المسؤولية على جهة فردية وحيدة وهي المدرسة لتبني كل ما حدث هل تتفقوا مع هذا الطرحة دكتور؟ مساء الخير أولا وهذا يوم حزين على الأردن بدون شك تحميل جهة بارك الله فيك سيدي بدون شك يتحمل المسؤولية ليست جهة واحدة وإن كانت المدرسة مخطئة لكن المسؤولية تراكمية في جهات عدة فالمدرسة مخطئة التربية والتعليم مخطئة حينما لم ترسل بيانة شديدة لهجة تمنع فيه الرحلات المدرسية الأرصاد الجوية أيضا لم تشدد على أن حالة الجو قد تؤدي إلى فيضانات بشكل هائل وكبير وبالتالي كان هناك سيولة في تقبل رأيي أنه يمكن أن تحصل حوادث بنتيجة هذه السيول أيضا الأشغال العامة والجهات المنفذة للجسور وغيرها والطرق هي مسؤولة بحيث أنه يمكن أن توجد بدائل إذا كانت التربة لا تسمح باستمرار جسر أو تأوقوفها أمام فيضان أن توجد بدائل هندسية تجعله يبقى الكل تحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن لا تلقى على جهة واحدة وإن كنت أؤكد على أن المدرسة يقع عليها لوم وعبء كبير وخطأ كبير لأن الرحلات بهذا الوقت خطيرة وثمنها غالي ولمسناه ذلك ليست يا دكتور منذر بالرحلة العادية هي رحلة مغامرات وفيما وراء الأودية ومع طقس السيء بشدة كم عدد الذين تم إنقاذهم دكتور وحدثني هنا عن وضع المستشفيات لأي درجة هي مستعدة ومؤهلة لاستقبال هؤلاء خاصة مع الإشارات عن مسألة التعرف على قوية الأطفال والأشخاص الذين لقوا حدفهم تمت المستشفيات في الأردن بشكل عام مؤهلة لاستقبال الحالات هكذا حالات وفيها كوادر طبية على مستوى متميز وعالي ولا يوجد نقص في الكوادر الطبية وتم التعامل فعلا مع الحالات بشكل حرفي ومتميز لكن هناك حالة من ضمن الواحد وعشرين وفات لم يتم التعرف عليه حالة وحيدة الأهل قالوا أنهم لا يستطيعوا التأكيد من أن هذه الجثة عائدة لفقيدهم أم لا وبالتالي أخذت عينات من الحمض النووي لتلك الجثة وينتظر أن تظهر النتائج كي يتم التعرف على الجثة بشكل كبير أما المصابين فهم ما بين 40 تقريبا حالتهم بالمجمل الآن جيدة خرجوا بأغلبهم من المستشفيات أعتقد باستثناء حالتين إلى ثلاث حالات حتى اللحظة قدومي إليك بشكل عام تم التعامل مع الحادث ومع هذا المأساة الإنسانية طبعا بشكل جيد بعدما حصلت ولكن يحب ذا لو كان الأردن استطاع أن يوجد البدائل للتعامل قبل أن تحصل هكذا حوادث وليس أن ينتظر هكذا حادثة كي يقوم بدراسة الواقع وماذا يمكن أن يعمله دكتور مونذر لمسنا جميعا جلالة الملك ونبرته الشديدة خاصة في اجتماعه مع لجنة السياسات أو مجلس السياسات الوطنية المهام المكلفة للجنة المنبثقة عن هذا الاجتماع ما هي يا دكتور المهام هي أن تدرس التسلسلية الخطأ في هذه العملية من مخطئ أكثر من الآخر بدون شكل كل مخطئين ولكن أين يقع الخطأ الرئيسي؟ هناك خلل بنيوي الآن في مؤسسات الدولة هذا الخلل يفحواه تغلغل سوء الإدارة العامة وعدم المتابعة للبنية التحتية للكثير من المؤسسات الأمر الذي يجعل هذه البنية التحتية غير قوية لمواجهة الصعاب ولا تستطيع أن تصمد أمام الظروف وهذا ينبه إليه الكثير في الأردن أن الدولة لم تعد كما كانت هناك خلل كبير بنتيجة مؤسساتية غير مكتملة وغير قاصدة للعمل الجيد وتسلل إليها الفساد وسوء التخطيط كما قلت لك وبالتالي يجب الوقوف عن كل هذه العناصر كي يتم التعامل حقيقة مع هكذا مشاكل تصيب البلد وهكذا مآسي حقيقة أصابت الأردن بالأمس كان الأردن كله حزين أطفال صغار ذهبوا كانوا يريدوا أن يستمتعوا ذهبوا ضحية ربما الأحوال الجوية ولكن لو كانت الأمور تسير بشكل جيد لما حصل هكذا حد شكرا جزيلا الدكتور منظر الحوارات المحلل والسياسي ضيفي من عمان شكرا جزيلا على ما تفضلت به